لو لو اننا سألنا احد اه اللي حبيبك بتوصفهم المدجنة اه يعني لو سألناهم سؤال عام عن شخص بينكر اه او بيؤول معظم صفة ربنا عز وجل هيكون الاجابة قاطعة باننا على الاقل لا نوصف هذا الشخص بانه امام يعني ايه سر انه بمجرد ما نذكر ان هذا الشخص اسمه نووي فجأة بيتحول كل الكلام يعني يعني اوصد عندما تسألهم عن لو ان شخصا يقول كذا وكذا سيقول لك هذا الضال تسأله عنه يقول لك لا موضح مع انه تنطبق علي هذا صحيح اه الفكرة في انه يعني من قاعد القاعدة باننا لا نطبق الصفات اه على الاشخاص المعينين هم كثير منهم يخلط بين مسألتين مسألة التكفير ومسألة التبديع فيظن ان الانسان لا يبدع اذا ما اقمت عليه الحجة طيب ما اقامت الحجة بدك تناظره مثلا هذا قول بعضهم فهذه قد يقولها البعض في التكفير ما يقولونها في التبديع فالاصل في من انتمى الى طائفة بدعية ان يكون مبتدعا ببدعتهم يعني عندما اقول لك فلان شيعي هل احتاج ان اقول هو شيعي ومبتدع عند ذلك انا اقول اذا الشيع ليس مبتدع فهذا الشيعي بحد ذاته يعني عنده وصف زائد على اصف شيع بانه مبتدع لا انا يكفيني ان اقول انه شيعي طبعا الروافض ليس فقط مبتدع كثيرا لكن انا بشكل عام شيعي لانهم في رقم لا احتاج ان ازيد فقط شيعي عرفت انه مبتدع فقط اشعري عرفت انه مبتدع فهم يعني تجد انهم يقعدون قواعد فقط لينزلوا على النو وابن حجر يعني ما ادري لماذا بعضهم يعني يدخل مع النو وابن حجر السيوطي ولا كذا لانها اسماء مشهورة لكن ما المعيار العلمي الصحيح المعروف عند السلف انا حتى الان ما وجدت احدا يعطينا معيارا معروفا عند السلف في ذلك